اه النهاردة بنلعب ضد بكاري جسامة بكاري جسامة اللي حزمنا وما كان يعني كان بيقولهم ايه اقع انت بس وما لكش دعوة اي لمسة هديكم فاول واي تحول لمصر من الدفاع للهجوم هوقف التحول ده وهقفل الهجمة من قبل ما تبتدي وهديهم انذارات وهخوفهم ومش هديكم انتو انذارات وهابرق في وشك هخوفك هدي بكاري جسامة برا يا كيروش وقابليها المساعد اربع مطشاط والحمد صراحي الهادي المحترف اللي هو عقلية معملية فزة ها محمد صراح نفسه تنرفز نفسه قالوا تعبارة بين الشوتين بقى كلمنياش كلمنياش انذار في انذار في طرد حاجة مش طبيعية كنا بنلعب ضد الحاكم النهاردة تحكيم سيء تحكيم سيء بمعنى الكلمة حكم سيء حكم مغرد حكم مغرد بمعنى الكلمة حكم نازل وطبعا هو عارف ان مصر اشتكته انتو كمان بتشتكوني طب والله الاعلم عليكم في المطش البلل الاخير القانون هتولي كابتن ياسر الكرة طالما ارلعب طلحها برا خالص الحارس بقى تحرك من على الخط متحركش من على الخط على حد علمي يعني طالما اطلحها برا خالص ما بتتعدش يعني الكلام ده لو هو ضيحها والحارس تاع فبتتعد لكن انا طلعت الكرة برا خالص فيوقف ويقول لا لا خلاص خلاص كسبتو 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 بسم الله ما شاء الله يعني خسرنا كتير النهاردة بكاري جسامة خسر كتير يعني بسم الله ما شاء الله